بداية السنة فيه إنجازات كويسة جداً بداية السنة الأهلي بيبدأ العام الجديد بفوز مهم جداً مبارح يعزز بيه صدرته للدوري الممتاز ويبتعد بالصدارة ويأكد على أنه حتى الآن محافظ على العلامة الكاملة بس كمان من الكبير للصغير والإنجاز في كل المراحل لأنه النهاردة يطلع تصنيف الاتحاد الدولي للتنس الطاولة فتكون طفلة الأهلي المعجزة هانا جودة 12 سنة متصدرة تصنيف العالمي لبنات 15 سنة في تنس الطاولة بصوا هي الأول على مرحلة أكبر منها بتلات سنين في كسبة كل البطولات أي بطولة بتشارك فيها لفؤس إنها لغاية 15 سنة عالمياً هي التصنيف الأول فمشاء الله هانا جودة على طريق الإنجاز الكبير جداً وعجبني حتى أسلوبها لما كتبت تويتا بتعلق بها على هذا التصنيف بتقول ده بداية الطريق للميدالية الأولمبية فإن شاء الله على خطوات قادمة بإذن لا تكون هانا جودة بطلة أولمبية كبيرة جداً يقدمها النادي الأهلي للرياضة المصرية اللي بتحتاج كل الدعم والمساندة لتحقيق المزيد من الأبطال بالزاد في الألعاب الأولمبية الكبيرة